هذا الشيء البسيط، لكن هناك مشكلة تقنية عن طريقه مصر الخير مصر الخير يا حنان بداية نحيطكم علما بأنه معنا في القاعة في مدخل القاعة فريق من مؤسسة أكسس برنامج معالجة تعاطي المواد المخدرة والذي يهدف إلى توعية المجتمع بشكل عام وتوعية الشباب والعائلات بشكل صاص إلى مخاطر تعاطي المواد المخدرة بطريقة غير مسؤولة وضرورة العمل على إنهاء هذه الظاهرة في مجتمعنا وذلك من خلال توفير الإمكانيات اللازمة للبقاية والعلاج إذا كان عنده رغب أي أحد منكم بالتواصل في سيدتين على المدخل من أكسس من هذا البرنامج أيها الأحبة مساء الشعر والجمال مساء القصائد الراقية والموسيقى الحانية مساءكم خير وبركة يا أحبتنا في هذه الجالية والسلام عليكم كيفما دارت بكم الدنيا وأهلا وسهلا بكم في أمسية جديدة من أمسيات المركز العربي الأمريكي للثقافة والثنون قبل أن نبدأ أود أن أتقدم بالتهنئة الشخصية والقلبية والحارة لزميلنا في الهيئة الإدارية للمركز الدكتور وسامي الميليجي أستاذ الدراسات العربية والأدب المقارن في جامعة ميسجن في ديربون لمناسبة تعيينه مديرا لمركز الدراسات العربية الأمريكية في الجامعة دكتور، إذا فقط تستطيع أن يرى ويتعرف عليك الإخوان وسوف يكون لنا معك يا دكتور وسام قريبا أمسية خاصة تتحدث فيها عن خطاتك ومشاريعك المستقبلية في هذا المنصد الجديد لماذا سيبدأ عمليا للمنصد؟ في بداية شهر جولاي مبروك يا دكتور أيها الأحبة، ما هي الشعر؟ الشعر مثل البحر مجبول بالأسرار بيكشفش كمشي من الناديل السحر بس اللي بقيه بالغميء كتار مثل الفجر قبل مدفيء الدني شأشاء سارئ شوي الضوء من إخته الشمس وصاير مثل راية عرس مثل العروف السابحة فوق الفرس جمع سنابل شعشعة على البيضر الحد السمى معلق وخمر من كروم الحكي وجوه الخوابه نبيضها حتى مثل الحقل بمرجت الزنبق نمى هو اللي بيفيق براري عمرنا هالنايمة ما في إله لا مفتدى ولا خاتمه هو اللي بيبلش يبتح مواسم للحكي تشرشر على ديال السمى وهو اللي وحده يحتمى مثل الكأنه نار من نار الغضب مثل الرمح خيال ما بيعرف تعب مثل البيارق طالعة مثل الشموس الصاطعة مثل المجد مشرع بوابه الواسعة تا يستريحوا فوق أرضه اللامع حكايات هايك مكتوبي بديوان العرب مثل العشق الشعر مثل العشق تربى ببير الجن مثل البرق بيفتح البواب المرجلة وبيجن مثل الأصب بالريح عم يعزف دمع ويحن مثل الصبي العاشق فارس سكن بمرايتها بتضل تحكي حكايتها للطاير للحور غافي عن نهر للسن ديان الزارع وليداتها بالوعر للريح يحمل صوتها بقلب قلب ويرأس الكلمات هايكي على الهدى وتضل تحكي هالصبية العاشقة تحكي وتحكي بهالمدى ومتكن هايكي الشعر مثل الفجر مثل البحر مثل الحقل مثل العشق مثل البرق مثل شي خيمة جمال ناشرة شعراتها فوق الجبال هايكي الشعر بيزرع سكوكع من هنا ووزال تذكروا سكوكع؟ من بعد دير بابل سكوكع بس؟ لا 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 وكأجمل وردي بالعالم اسمه سكوكع والوزال أحلى ريحك ورد هذا الورد الأصفر تطلع بالبريري لوحده بيزرع سكوكع من هنا ووزال بيشقع على كتاف الحكي عرزال كتار اللي نزلوا يدوروا ببحر الشعر كتار اللي نزلوا يدوروا ببحر الشعر تا يغطخوا في جوهر آغر شكل بس اللي نجحوا بالمهمة لا بس اللي نجحوا بالمهمة نعم ومسياتنا أيها الأحبة مع أربعة من شعراء الجالية ممن غاصوا في محيط الشعر بقثا عن جواهره النادرة بداية سنكون مع الشاعرة إبا إسماعيل هي من موليد حلف في سوريا عضو اتحاد الكتاب العرب جمعية الشعر عضو ملطقة المبنيعات العربيات تحمل شهادة الإجازة في الأدب الإنجليزي من جامعة الإسترين السورية وشهادة الماجستات في الأدب الإنجليزي والأمريكي من جامعة إيستر ميشيغن وديفلوم من معهد الكتابة الإبداعية للأطفال نشرت العديد من دواوين الشاعر منها خيول الضوء والغربة أنت طفولتي في القصيدة صوتي هديل وطن حديقة من وزع التراب أظهر فيك بنفسجا ونشرت أيضا ديوانين من الشعر للأطفال هما ضوء بلادي دروب مضيئة ولها حالية ثلاثة دواوين قيد الطبع اثنان بالعربية والثالث بالإنجليزية تريمت بعض قصائدها إلى اللغات الإنجليزية والبلغارية والتركية نالت الكثير من شهادات التكريم والجوائز كانت لمدة من الزمن عضوا في الهيئة الإدارية للمركز العربي الأمريكي للثقافة والثنون أيها الأحبة، رحبوا معي بالشاعرة للمشاهدة للمشاهدة شكرا لكم 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 وليس لها من أمير سواك